كابتن علي أبو جريشا ومازال هو فكهة الكرة المصير لحد هذه اللحظة لسه جلت تكلمنه صبح نهار فالكابتن علي قال لي أنا عاوز أتكلم كلمة لسيادة الوزير هنسمع يقول لي كابتن علي ونرجع نكمل حديثنا طبعا دكتور عمارة عشر سنين من يعني من لينه واحد من أبناء اسمعالية وواحد من له في الرياضة طبعا لينه كان لعيد كرة طايرة وكان مع أنه كان غاوي كرة قدم قوي ما عرفش ليه شبط في الطايرة لكن وكان محب صديق للكابتن شيحتة وكابتن ساد الساقة والمجموعة الجميلة اللي كانت موجودة إن هم يعني كانوا أكبر مننا سنا يعني لكن كنا بنتقابل على طول عندنا في البحر في مقسوم كده اتنين ناحية البلاج الفرنساوي والبلاج المشيبين المسلمين كان كابتن شيحتة والساقة والدكتور عمارة وكده بيجوا بقى يجوا عندنا في البلاج الفرنساوي يلعبوا كرة ويلعبوا طايرة نشاط كله كان عندنا بس فيعني نعرف من بعد من سنين ودي أعمالية جميلة جدا إن أما يبقى المحافظ راجل رياضي وراجل ابن البلد نفسها بصراحة بيبقى شيء جميل لأنه ده كان أول مرة تعمل التخليط ده إن يبقى المحافظ من أهل البلد أو من نبقى ليه بتعرف عارف مشاكلهم وعارف التوحهم وعارف المحافظة المحتاجة إيه وإيه يعني حقيقة كانت فكرة جميلة لأنه تعامل في الفطرة دي شغل كواسي قوي تعامل في إسماعيلية حاجات جميلة كله بياشهد بيها تعامل طرق جميلة تعامل ملاعب مفتوحة تعامل لا حاجات كتيرة تعاملت نشاط يعني جامد جدا في الفطرة دي وخصوصا برضو في الرياضة فلا يعني وجود الدكتور عمارة في الإسماعيلية في الفطرة دي كان مهم جدا نهيك بقى عن الوضع بقى السياسي والوضع البلد تتغيرت الحقيقة لأنه بقى فيها الناحة الجمالية كانت موجودة يعني يعني بدأ وفيه اهتمام بالحضائق بدأ وفيه اهتمام بالشوارع يتعامل الشارع كبير يتهمى باسمه الشارع الدكتور عمارة اللي كان بلا جدا كان تقريبا يعني حتة مهملة يتعامل فيها طريق جميل وبقى كورنيش عمارة أو كده يعني بصراح تعمل شغل حلو يعني سوى كده حتى في الوزارة في صورات الشباب والملاعب على مستوى مصر الملاعب مفتوحة وكده فالحقيقة كان ليه دور كبير في الناحة الرياضية دور كبير في الناحة السياسية يعني كان محافظة اسماعيلية لمدة 12 سنة وبعد كده وزير لـ 8 سنين من 90 لـ 98 اعتقد فكادت فطرة سرية بالنسبة للـ اهل اسماعيلية حتى انا بتمنى له الصحة وربنا تدي له الصحة ودايما نستشير بـ بـ باراءه واحنا دايما على طول مع بعض في تليفونات وكلام فيعني حاجة يعني احنا بنعتز به برضو كراجل يعني اه وصل لمنصب كوزير الرياضة ومحافظة ابن البلد ويعني حاجة كتيرة حقيقة اه فيعني بنتمنى له الصحة والعافية ويستمتع واحنا كمان نستفيد من خبراته دي واراءه واتمنى النادي الاسماعيلي برضو يعني يستفيد من خبراته في المجال